لم أقول مصر شبيرة فهي شبيرة الإخوان الأمريكان الظاهر لم تنجح مخططاتهم في كسر كرامة المصريين أو كرامة مصر وكرامة مصر قلت لكم إياها من قبل ما تنكسر صاحبة حضارة شوفوا الأهرامات وبولهول تعرفون قيمة قيمة هذه الدولة شوفوا آثارها والعلم تعرفون قيمة هذه الأرض قادة مصر سياسة إدانة قرار ترامب بنقل سفارة أمريكا إلى القدس العربية وأكرر القدس العربية وستبقى فلسطين عربية وسترجع فلسطين للأمة الإسلامية بإذن الله ونصلي في بيت المقدس استطاعت من خلال التصويت في جمعية الأمم المتحدة أن تأخذ الموافقة على 128 دولة توافق على إدانة قرار الولايات المتحدة الأمريكية في نقل السفارة إلى القدس العربية هذا نجاح دبلوماسي باهر قادة مصر ويجب مصر أن تقود الأمة العربية والإسلامية وبدعم من أشقاءها العرب هذا العمل لم ينجح لو لا دعم بعض الدول العربية للأم مصر لذلك أنا سعد جدا أن تعود مصر لقيادة الأمة العربية ونجحت في كسر سياسة الولايات المتحدة ضد الأمة العربية والإسلامية وهذه أول خطوة لكسر الهيبة الغربية على الأمة العربية أقول لمصر تبقى كبيرة تحية للشعب المصري تحية لفقامة الرئيس عبد الفتاح السيسي على هذا النجاح العمل الدبلوماسي ويجب أن تستمر مصر في قيادة الأمة العربية بدعم أشقاه العرب حتى نعيد اللحمة والوحدة ولن ترجع وحدتنا إلا إذا كانت مصر قوية